اهل الحاجة بجمهور الشيلسي انه عندي اعترض على كبه ومشاركات كبه وانه ازاي كبه بلعب سيف الشيلسي وبرضه عندي اعترضتها على مشاركة ولي كبيرو في المباريات طيب يابا انت مين يرديك الاتنين اللي جون بتوعك مالت وخط دفاع بتاعك تعبان هيجيب لك منين فرانك لامبرد هيروح يعمل لك جون كده في المريكات واللي هما اساسا ما بيشترويش حد واللي هما اساسا بيقول لك احنا موقفين وحتى لو مش موقفين مش هنعترض ونروح نشتري لعيبة طيب احنا هجيبك منين فرانك لامبرد هي القيمة بتاحت المتاحة كده اتيب بلع على كده بلع مش تبال على كده افضل كل في لفسك برضو مش تعمل اي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم ارحم حاجة في القرى بالنسبة لك انت كمدرب انك تعمل كل اللي عليك برا على الخط وتحط الخطة المنتهزة وتحط تشكيلة اللي انت بعتقد ان هي مسالية بس غلطة واحدة بس بالتشكيلة دي اللي تضع لك الدنيا انك تكون مغير حرس مرمى مهزوز بحرس مرمى احتياطي اسوأ منه يعني لو حطيت النكبة حرس مرمى مهزوز في وقت كتير حرس مرمى بيساق في وسوق طوفي وسوق حظ فقولي كابيرو هو حرس مرمى موجود بس علشان قاطر يلعب في كاس للتحاجة كاس اوروبا يلعب في اي حاجة منلعب بيبل احتواطين امن ان انت تبدأ بي اساسي النهاردة في مواتش ما بين تلت الدوري ورابع الدوري فدي كانت حاجة مفاجأة كبيرة جدا قبل ما نتكلم في اي حاجة مستخسر اي حاجة لو عملت لايك وعملت سابسكرايب انا عرف ان احنا اتكلمنا فقولي كابيرو وعارب كمان ان احنا اتكلمنا على ان تشيلسي عمل بورا ملتازة تكتكين تشيلسي مفترض ان هو عارف يقرأ لستر سيتي بيلعب بالنسبة له ان هو لو لعب الاربعة تلاتة تلاتة ومسك نص الملعب بالنسبة له اطراف هتكون ضيعة انما لو لعب الاربعة اتنين تلاتة واحد وطره في النهاردة بيادروا هدسوا موضوع الموضوع هيكون ملموم شوية والاخطار هتكون اي ليلة شوية الحالة جميعا بالنسبة لتشيلسي لامبرد ما بيحط لهاش اي مشاكل لان العادة تقدر تجيب جوان حتى لو ضيعت جوان يعني حتى لو لعبت شيلسي وصلت في الشترة الاول ثلاث فرص وقدر انهم معرفتي ولا واحدة فيهم ففي الكرة الرابعة اكيد هيجيبه في الكرة الخمسة اكيد هيجيبه بس المشكلة بالنسبة له هو خط الدفاع خط الدفاع هو عارف كويس او انه خط الدفاع بتاعه ممكن يكون خط الدفاع الاسوأ بالنسبة لحقب الزمنية في الشترة طويلة جدا خط الدفاع اللي هو غير فيه الاربعة والاربعة بسم الله ما شاء الله اسوأ من بعض وما زكان كورتوزهومة ولا زكان كرس يانسن ولا زكان كمان روديجر نهارده بيجيب جنيل وبيجيب ان ان هو يليcin بس ده في الحل الجمعية انهم في الحال الدفعية فين هو جباتك دفعية مفيش اما يا الكبيرو فزي ما قلتلك المكود ويمكن ما اقول له رجلهم بدنيا انما لما الاتنين بيتعبوا الموضوع بيتغير تماما والموضوع بتغير تماما تحديدا في الشرط التاني. الشرط التاني بتلاقي ان كانت ويع شوية او جورجيني ويع شويتين. النهاردة هو اكتشف ان جورجيني هو اللي ويع في رحمة غيره. المطيبات بتاع ارسنال كان شايف ان اه بعد الهدف كان لازم يغير نجوله كانت فالفكرة بالنسبة له واضحة. لما حد بتعب في نص الملعب المشكلة بتكون في الوراهم. الوراهم دول النهاردة هو حاول اعملهم بها سيزر اسبل الكوتة نحت الشمال. سيزر اسبل الكوتة اللي ما كانش اخد واجبات هجومية لانه في الواجبات الهجومية ناعت الشمال اكيد مش هيجدها لان مش هيبقى على عدل رجله. فبيكرر ان هو يعمل به واجبات دفعية كتير ومفترض كمان ان نضم له في الحالة الدفعية بدرو. بدرو اللي انت منكم ما تكونش حاسس به وما تكونش عارف اي دوره في الملعب. هجومية لانه نعني كاجناح ومش عامل خطورة على المرمى. هما كلهم عملوا جملة تكتيكية الشوت الاول كانت منتزة جدا في اول عشر دقائق. اول عشر دقائق فضلت يبسوا الكرات لبعض علشان خاطر يخلاقوا مساحة في الدفعية لستر. هو بعد ما خلقوا المساحة في الدفعية لستر الكرة تلعبت ما بين تغيير اه لما تغيير مراكز منتز جدا. بقدر هوتسون اوضوي يخش في على حدود منطقة الجزاء وتتلعب له الكرة من سيزر اسبل الكوتة. ويا لعم هوتسون هاتجو بقى. لا هو هوتسون اوضوي بيشلت. بداية حالو. بداية حالو. خصوصا ان هوتسون اوضوي من الناس اللي كان منتزر ان هما يبقى بازغ نجومه في الموسم ده بس مع ذلك هوتسون اوضوي. ممكن يكون موسيومونت وتام ابراهام خطفهم انه الجو وتام ابراهام. وموسيومونت مؤسرين عنه بكتير. فلسه الانتظار موجود من آآ هوتسون اوضوي ولسه منتزرين هوتسون اوضوي يجي امتى من التقلق. اما ريش جمس فريش جمس عام المباراة. ممتازة جدا بالنسبة لان ان انت كان مطلوب منك اغلب الوقت ان انت تأمن على سراعات جيمي فارد اللي بيحب ان هو يميل على الاطراف وبيحب يميل على الطرف اليمين كتير. فمفترض ان انت تعرف تجري معاه وتعرف تلعب عليه. كويس بسرعتك. دي كانت فكرة ممتازة. وكمان كانت فكرة ممتازة ان انت تقلب الملعب قوات كتيرة جدا الاربعة اتنين اربعة وانك تقلب الطريقة وكمان انك تخلي خط المص ما فيه خناقة وفيه سراعة. ما يقدر يعدي على اللاعبين اللي عندهم الكدرات فانية اعلى وده كان بيفيدك علشان خطر. كانت و جورجينيو اعلى بكتير جدا من مادسون ومن يوري تليمانز في الحالة اللي هم عاموا بكرة فيها. ويبعرف يخرجوا بكرة خصوصا ان حمزة تشودري مش ولفريد انديدي يعني حمزة تشودري في الاربعة واحد اربعة واحد. مش هو اللي بيعرف ربط الخطوط ممتاز جدا زي ولفريد انديدي. ومش بيعرف انه هو يعمل وجبات هجومية ممتازة. ويعرف انه هو يفيدي الفرقة في الجانب الهجومي. فاولفرد انديدي لسه غيابه مؤثر جدا بالنسبة لسه السيتي. لسه السيتي اللي بينشيرول برضو لسه بيقدم نوسو ممتاز جدا. ولسه جوني ايفنز كان نجم النجوم مباراة مع اني مش عرفت ازاي تقييم بتاعه. ستة وثمانية من عشرة او ازاي سوينجو او سونو تشو التقييم بتاعه السبعة وهو اعلم انه دفاعيا ان النهار ده مع ان من الرجل افنز والشرط الاول عمل شرط علامة جدا وعمل شرط ممتاز ناحية الامير ريكاردو بريرا عمل اداء كويس وعمل شغل كويس اما ايوزي بيريز فايوزي بيريز ما كانش يعني عمل اداء جيد ولا كان عمل اي حاجة في شرط الاول لان انا شرط الاول زي ما قلت لك تشيلسي كان نفخهم وجان حدودهم في نص ما لابهم ان هو الشرط التاني بدأوا يتحركوا وشرط التاني يبدأوا ان انت تلاقي فيه حاجة مات خاطرة من ناحية ليستر وكمان بدأت تشوف هارفي بارنز هارفي بارنز بعد الهدف الاول بيقدر احرزه هارفي بارنز بيقدر ان هو يخترق كمانطيت جزاء تشيلسي وبيقدر ان هو يشوت تصويبه كده اللي هو بيلوش بس كالعادة يعني هي تلويشة في مرمى كبيرو هي هدف مؤكد لان كبيرو كالعادة يكون متى ماركز غلط واول ما يتحرك الناحية التانية هتكون خلاص القرى جات في المرمى وخلاص هتكون اظهر ان القرى مستحيل ان هو يطلعها مع ان القرى ممكن تكون عادية جدا وتطلع بس ان هو تعرفت التمركز صح زي مثلا الهدف التاني النتيجة واحد واحد نهد عم كبيرو ما تطلعش من مرمى فجاب متنش من كبيرو طالع ناحية اليمين انت طالع تعمل ايه وبرضو القرى بتبقى انه بياخدها ايوزو بيريز وايوزو بيريز بيرفع عرضين ناحية التانية بنقدر ان احنا نلاقي بنشيرول بيعدي الناس كلها وبنشيرول بيقدر ان هو يحرز هدف في حين ان الباشا لسه بيتحرك على خط المرمى وبعد احرك على خط المرمى وانا عمل طراء ولا عمل اي حاجة تعمل لها حتى منظر تحترم بنشيرول اللي لسه جاي من وراء كتير اعمل له طراء يا راجل ازهر ان الكرة كانت صعبة شوية انما انت بتتمشى والهدف التاني بيجي بعد الهدف التاني شريح كبيرا جدا من جمهور الشيسي بدأ يبقى عندهم شوية ثقة ان الفرق خلاص خاصلانا النهاردة. بس بعد كده بنلاقي ان احنا في كرة سبتة برضو بيقدر انتونيو رودجر يحطها حلوة اوي 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 بعيدة اوة عن كاس برش مايكل علشان خطر الهدف التاني يجي وتلب اتنين اتنين ونبدأ نلاقي التاغيرات نلاقي ان فرانك لامبرتشاف ان جورجوني تاعب يحط مكانه ماتوي كوفاتيتش ويلاقي بيدرو كمان تعب ونزل مكانه ويليان وبعد كده بنلاقي ان بنلاقي ان بنلاقي ان ابراندو رودجر ازا برضو اكتشف ان الفرق عنده تاعبت ونهار. محتاج يغير اولي تليمنز يوري تليمنز لنهاردة. مكانش افعادته ونهاردة مكانش جيد جدا. مش عارف اولي تليمنز اقدم اداة منتاز هو بفترة العارة. اول ما اشتروه مش عارف بقى مستوى غريب جدا. وكمان مادوسون مادوسون برضو مقدمش مباراة ممتازة ولا قدم اي حاجة ولا قدم مباراة ممتازة النهاردة هو هارفي بارنز هارفي بارنز اللي كان ممكن يعرض الهدف التالت الهدف التالت اللي كان ممكن يخلص الدنيا كلها جيمي فاردي برضو في الحتة اللي كان برضو كان يخايف منها حتى ان جيمي فاردي بالطرف على الطرف جيمي فاردي. بطرف على الطرف ودخل مكانه هارفي بارنز في العنق وبارنز بيلعبها حلوة قوي قوي بس الاسف وكلم تفرق على سنتيمترات علشان خاطر المكسب بيدي عمل لTransler والنقطة تيجي لتشيلسي. موط النهاردة جات لتشيلسي علشان تثبت حاجة مهمة. ان العب مش في كبه. والعب مش في اشخاص. المنظومة الدفاعية بالنسبة لتشيلسي منظومة مالط ومنظومة عريانة. فلو انت عايز تلبس والشخص واحد بس بالمنظومة دي. بسبب سوق توفيه في المباريات كتيرة جدا. بيلعبها. اه كبه غير موافقة في الموتشات كتيرة بيلعبها. كبه ممكن تلاقي ان الكرة خبطت في العرضة وجات في وشه زي موتش اكس وجات جون. ممكن تلاقي ان الكرة بتقبط في رجله وبتخش جون. حارس غير موفق لكنه حارس ممتاز جدا. لو انت حارس يبدله هتحارس ممتاز يعرف ان هو يشيل الفرقة. حارس ممكن يكون عنده شوية بخت. انما مش كبهره خالص. مش كبهره خالص فعلا يعني. مش كبهره انت تبدأ بيه النهاردة. انت النهاردة بدأت بكبهره كبهره دي عالك الدنيا. هتقول لي كبهره مش اسوأ من كبهره كبهره اسوأ من كبهره كبهره اسوأ كتير قوي من كل لجوان العدو. فتشينسي كبهره رجل عنده ثمانية وتلاتين سنة. جاي من الفين وسبعتاشر متعود النهار بالعرض في المشيط الدوري. فانت غاية تحطه ما بين ماشو تلت ورابع. انت متهرج اعمل حاجة. فالتهرجة بتاعت لامبرد دي ضيعت كل شغل التكنيك اللي هو عامله. لامبرد عمل مبارتك تيكية كويسة على براند الرويجيوس بس الاسف حتت كبهره دي ضيعت الدني بالنسبة له. وحكت برضو ان انت كريسيانسون يعني. على فكرة تمر لو برجل واحدة هو احسن من كريسيانسون فعلا. فحاجات كتير قوي بموظومة شلسي الدفعية غلط. فعادي الفرقة ممكن تجيب جون بس بعد كده ما تحملش الضغط اللي عليها وتلاقي ان الفرقة اللي قدامها تعادلت بسهولة. وممكن كمان لو تشد عليها تلاقي ان الفرقة اللي قدامها حطت التاني والتالت. خط تدفعت شلسي وخط تدفع مضحك مش ممكن يوصل لأي حاجة. ممكن تصل درقة بتالي السنة الجاية على شلقات التويت انهم مش لسهولة. وارسنان عندهم مشاكل في انهم يوصلوا في التوفور. بس ده مش هيثبت لك ان انت عندك لعيبة دفاعيين جايدين. لعيب شلسي دفاعيا ملط ولعيب شلسي عندهم مشاكل كتير قوي. والمدرب برضو عمال يغير في حاجات وفرانكو لامبرد الحديد دلوقتي لسه متواصل على الشكل اللي هو يلعب به. لعب تلاتة ولعب اربعة تلاتة ولعب اربعة تلاتة ولعب اربعة اتنين تلاتة واحد وعمال كلهم اتشغل غير تشكيلة. لامبرد لما يلاقي التشكيلة ويلاقي الخطة اللي هو عايز يبني عليها ويلاقي اللاعب اللي هو عايز يبني عليها بعد تاني يجي نحاسبه. لانما لامبرد في المنظومة بتاعت تسر الحالية هو بصراحة شخصه مظلوم جدا لان المنظومة كلها ماشي حتى فاق. براندون روشلس ورجالت عملوا برامة ممتازة جدا بيكملوا الاداية الجاية اللي هم عندينه في المسلم اللي بيستغلوا فيه ضعف الكبارة عشان خسر يوصل الى دارة الابطال. فبراندون روشلس بالطريقة اللي هو ماشي بيها دي اعتقد ما هو هيبقى. اكتر فرقة ده من دارة الابطال اولوبا في الناس اللي هي ما كانتش مطالب منها انها توصل دارة الابطال يعني. ترجم بتاع الاستر مشان يوصل دارة الابطال. لو وصلت اولوبا ريجي بخير وبركة لو وصلت دارة الابطال بفضل عظم اهم حاجة انك ما تقبطش. بس مش تفصل اي حاجة لو عملت لايك او عملت سالسكرايب لبقنار هو عيب ولا حرام. شكرا انكملتوا في بيديو الاخرى. تابعوا في بيديو الاخرى.